السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم رب الشح لي صدري ويسر لي أمري واحل العقدة من لساني يفقه قولي إن شاء الله المفروض بكرة هسافر الرياض عشان أعرض مسرحية زواج اصطناعي في الموسم الرياض المفروض إن هي مسرحية كومدية وفيها أغاني وفيها استعراضات والمفروض إن احنا هنعرض إن شاء الله يوم 30 وهنعرض في وسط الأحداث اللي بتحصل في غزة فأنا مش متخيل الصراحة يعني إن أنا هروح أعمل مسرحية وهزر وغني وارقص وإخواتنا في فلسطين عم إن يتقتلوا ويتدبحوا ومفيش حاجة بتحصل لهم أنا مش مش هقدر أسافر طبعا وليه بقول الكلام ده في آخر لحظة المفروض إن إحنا نسافر بكر إن شاء الله أنا كنت على عمل طول الفترة اللي فاتت دهت يعني لما حتى حصلت صعد في الأحداث كنت على عمل إن الموسم مثلا يتلغي يتأجل زي مثلا ما حصل في مهرجان الجنانة ومهرجان القاهرة أو يحصل إن الموضوع يهدى هناك في فلسطين في غزة موضوع يهدى ونستدخل ونهدى يعني شوية ونقدر نعرض بس ما فيش حاجة بتحصل يعني تقريبا لحد دلوقت اللي أنا بكلمكم فيه دلوقتي في ناس عملة تموت وما فيش حاجة بتحصل فأنا إزاي هروح أعرض والناس بيحصل لهم كده في فلسطين أنا حاسس معلش سامحوني لو إحساسي أوبر شوية بس أنا حاس إن أنا لو عملت كده هبقى أنا أكن دي زي اللي بقتلهم بالصبت يعني إن أنا خزلتهم مش عارف أعمل لهم حاجة يعني كفاية علينا السكوت اللي إحنا فيه كلنا وما فيش حد بيعمل لهم حاجة فكمان أنا مش أبقى ساكت بس يعني أنا كمان عملة هزر وغني ورقص واللي بيحصل بيحصل في فلسطين فأنا بعتذر جدا عن إن أنا أشارك في موسم الرياض والمشكلة إن دلوقتي اللي بيحصل في فلسطين ده دي قضية كل مسلم في المقام الأول هي قضية كل مسلم والمفروض الواجب على كل المسلمين إنهم يساعدوا خانهم في غزة ويحاولوا يقدموا لهم أي مساعدة فأنا دلوقتي ما فيش حاجة أقدر أعملها زي زي ناس كتير جدا نفسنا نعمل حاجة ونساعد بس للأسف مش قادرين نعمل لهم حاجة فدلوقتي لما يعني ربنا يتوفينا ونتسئل كلنا أنت ساعدت أخوك المسلم في فلسطين عملت له إيه اللي ما قدرش يعمل حاجة هيسكت طبعا أنا هرد هقول إيه هو لأن في الوقت اللي كان فيه إخواتنا في فلسطين بيتضربوا بيموتوا وبيتدبحوا والأطفال والنساء والرجال أنا كنت بعمل المصرحية كما دية بدأ حاكي الناس وارقص وغني طبعا لا مش هقدر أعمل كده فأنا كان عندي أمل يعني أن المهرجان يتأجل أو يتلقي بس المهرجان ما زال قائم ماليش علاقة ولا مازال قائم ليه مش بتاعتي ماليش إن أنا ادخل فيها فأنا مش هقدر أكون جزء في اللي بيحصل مش هقدر أشارك في المهرجان ده والمفروض إن احنا ما اكتفيش بالدعاء لإخواتنا في الفلسطين ما عرفش اللي يحصل بس لازم نعمل حاجة تانية شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحب أقول في الآخر بس اللهم طهر قلبي من النفاق وطهر أعمالي من الرياء الفيديو ده مش مقصود بأي حاجة خالص غير إن أنا فعلا في مشكلة أنا بقالي كتير جدا مش عارف أسافر ولا أعمل إيه إنبارح كنت قاعد مع أصدقائي فنانين أصدقائي ففي ناس قالت لي سافر ده أكل عيشك وفعلا أنا التمثيل هو مصدر دخلي يعني ده رزقي جو رزقي أولادي واللي بصرف عليه من بيدي من من التمثيل طيب دلوقتي أنا لو مسافرتش هل هموت متجوع أكيد لا بس الناس هي اللي بتموت هناك في غزة دلوقتي برضو حاجة تانية دلوقتي أنا عارف طبعا إن التمثيل وكل الناس أكيد لو حد هجمني يعني في اللي أنا بقوله هيجوله بس التمثيل ده ده رسالة معاك طبعا وخصوصا الكوميديا وإن أنت تدحك حده وتطفي عليه روح البهجة ويعني ما أن أدخل البهجة على قلب مؤمن لأجر طبعا والمفروض إن فكرة إن أنت تدخل البهجة على قلب حد ده شيء يعني كويس جدا بس السؤال مين اللي إحنا محتاجين إن إحنا ندخل البهجة على قلبه دلوقتي مين؟ شكرا شكرا